اشتركوا في القناة ابو الموسيقى يا مولان لا لا يتعرضون لها بذكر ابدا طيب ده الغناء النهاردة اذا اطلق نحن نعلم ان الغناء عبارة عن لح ومغني وكلماء يوم يأتي الانسان ببلاهة غريبة فيقول كلامه حسن حسنه حسن وقبيح وقبيح ده الغناء مكون من ثلاث اشياء تكلمت عن شيء واحد وتركت شيئين محرمين الموسيقى حرام بلا اشكال وانا لا اعلم عالما في هذه الام لاما الاربعة والاوزاعي وابن عيينة واسحاق ابن راهوي دي مذاهب بجانب لاما الاربعة وجماهير اصحاب هؤلاء العلماء كلهم على تحريم الموسيقى وتحريم ادوات الموسيقى لم يتورط في المخالفة الا ابن حز وابن طاهر وجماعة من المتأخرين فيأتي فيضرب صفحا عن الموسيقى ولا يفصل يقول ان المرأة لا يجوز لها ان تبرز للرجاء وهو يعلم ان المرأة بتقف شبه عارية على المسر وتتميل يمين وتتميل شمال ومتبرجة وسافرة سافلة يؤرض عن كل هذا وابتدي يفصل تفصيل بارد لا معنى له الغناء اذا اطلق دا صار مذهبا والغناء دا مصطلح فما يجوز على الاطلاق ان اللي سن يفصل اذا كان يعلم ان الجماهير ستعرض عن هذا التفصيل بل ينبغي عليها ان يقول هو حرام انما التفصيل هذا لا محل له اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة